كثير حتى نستفيد من الوقت نريد أن نتحدث عن الإشارة إلى اليمن أيضا مهم جدا وخصوصا على ضوء ما يجري اليوم وما جرى اليوم في مناطق عديدة استنفذت المراوغات باليمن ليلة استنفذت تماما المشكلة أنا باعتقادي أنه اللقاء المشترك لأسبابه صبر كثيرا وقيد حركة الشباب أكثر من ما يجد وبرأيي آن الأوان وإلا سيكون غير الممكن الاستمرار آن الأوان اللقاء المشترك لا ينظر إلى الشباب كجيش احتياط للحركة السياسية التي يقوم بها لأنه بدأ جمعة الحسم وجمعة النهاية وجمعة الختام يعني استنفذت حتى المفردات واضح أنه يجب الاقتراب نحو موقف واضح وقاطع وصريح فيما يتعلق بتغيير النظام طرحت كل الإمكانيات الدبلوماسية للخروج من المأزق أنا أقصد مأزق النظام بشكل آمن بشكل لا يعرض المجتمع لهذا هذا ما أرغب على كل حال بكل مكان نحن لسنا هوات لاثورات بهذا الشكل يعني الدموي ولا تصفيات ولا كده ولكن الأنظمة التي تحاول أن تحافظ على حكم كأنه مزرعة كأنه إلها كأنه موروث كأنه هذا إلنا والشعب رعايا وسيبقى محكوم إلى الأبد بهذا هذا الذي يؤدي إلى هذا العنف بالتعامل مع شعب ومع المواطنين هو الذي يؤدي إلى هذه الدموية في الثورات العربية ولكن الثورات العربية ترينها راقية وسلمية وإلى آخره وبرأيي الآن الأوان في حالة اليمن أن الموضوع يذهب إما بهذا الاتجاه أو ذلك باعتقاد اللقاء المشترك ربما حاول أن يحقن الدماء أو أن يحقن لأنه شايف النظام كم هو دموي ولكن الشباب أشهر في الساحات طبعا ما في مظاهر تعب ولكن على مستوى الرأي العام العربي على مستوى الرأي العام اليمني يعني قد يصبح الموضوع محير لأن المفردات استخدمات خطابات الرئيس كذا الآن يقول لهم سيوقع يوم الأحد لماذا يوم الأحد؟ لماذا ليس بالأمس؟ هل سديه يوم الأحد خطاب جديد؟ يعني أنا أعتقد أن الأمور آن الأوان أن تحسم وفي إقدام وفي شعب عظيم الحقيقة أثبت نفسه ويجب أن يعطوا الشباب وأنا أقول ذلك لإخواننا في أحزاب اللقاء المشترك هؤلاء الشباب يمثلون ظاهرة سياسية جديدة بالفكر وبالأخلاق وبالقيام يجب أن يعطوا الفرصة ليس فقط في المظاهرات يجب أن يعطوا الفرصة أيضا سياسيا بالمستقبل أن يعبروا عن أنفسهم في النظام اليمني نفسه لأن هذه هي القوة القادرة على الخروج باليمن مما كان فيه من تأخر وإلى آخره ودخول به إلى مرحلة الحداثة دون فقدان هويته العربي الإسلامي أنا أعتقد أن الأول لا الشباب هم الضمان ويجب أن يعطاهم الآن الدفع القوية وإعطاهم التشجيع ليستطيعوا أن يأخذوا مستقبل اليمن بأيديهم طيب أريد أن أعود لموضوع مصر لأنه كانت فيه جزئية تتعلق بالدعم مادي موسيقى مادي لأيديhood شكرا